طالبان الآن هي من تتحكم في الدولة الأفغانية السيادة الأفغانية الآن تحت سيطرة حركة طالبان حركة طالبان بتقرر وتعلن بأنها بصدد إنشاء حمل التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى أفغانستان أمام حضراتكم طالبان تعلن إطلاق حمل التطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى أفغانستان طالبان بلا شك الآن هي من تتحكم في الدولة الأفغانية لديها حمل كبير وسقيل للغاية في أن تقوم بتحقيق أكثر وأكبر كم من الخدمات المقدمة للشعب الأفغاني في ظل طبعا الأزمة الكبيرة التي يعيش بها الشعب الأفغاني بعد أن خرق طبعا من احتلال سوفيتي ثم بعد ذلك تولي طالبان ثم احتلال أمريكي ثم بعد ذلك حكومة موالية للولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد ذلك حرب مع طالبان والموالين للاحتلال الأمريكي كل هذه الأمور بلا شك أثرت بشكل كبير للغاية على وضع المواطن الأفغاني لذلك حركة طالبان لديها تحديات كبيرة للغاية وهي تحاول بالفعل تحاول بالفعل أن تحقق نجاحات على المستوى الاقتصادي على المستوى الصحة على المستوى الخدمي من ضمن محاولتها تلك هي تلك الحملة التي علات عنها طالبان بأنها بالفعل تطلق حمل التطعيم ضد الشلل الأطفال تستهدف ملايين الأطفال داخل الأراضي الأفغانية في محاولة لمحاربة هذا المرض طبعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أشار إلى أن مرض شلل الأطفال يقوم بقتل الأطفال الأفغان أو حتى بإصابتهم مع الأسف الشديد ورأى بأنه أمام تحدي كبير للغاية وأنهم سيقومون بحملة قوية تذهب للبيوت عن طريق النساء العاملات في هذا المجال في محاولة أيضا لمساعدة المواطن الأفغاني في هذه المحنة الشديدة التي يواجهها الآن المطلوب الآن من الشعب الأفغاني الالتفاف مع القيادة وبإذن الله تلك الأزمة تمر على خير اشتركوا في القناة